اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة The growth of which exceed يعني هاي الكتلة اللي growth فيها بتجاوز الوضع الطبيعي وغير يعني هلا عادة لما يصير في عنا growth بتحكم فيه عن طريق growth controls يعني في عنا أشياء بتتحكم في هذا لكن في علم الأورام بتكون عنا growth uncontrolled ما منقدر احنا نتحكم فيه and bruises in the same excessive manner after the cessation يعني بعد ما نشيل اللي بيعملها growth بتضلها تعمل growth يعني بعد ما وقفنا عنها الاشي اللي بيخليها تعمل growth بتضلها تعمل growth فبداية النيوفليجة هي عبارة عن تكون كتلة بالتشو هاي الكتلة مش طبيعية بتضلها تعمل growth بشكل aggressive بشكل متزايد وما منتحكم فيها عن طريق شو عن طريق growth controls اللي عادة الخلايا بتتحكم في growth عن طريقهم يعني زي ما حكينا بتفقد قدرتها على انها يعني تتأثر بالgrowth controls في العوامل اللي بتخليها تتحكم في growth ما في لها ما في لهدول growth controls response على الخلايا عندهم growth stimuli لحالهم بيأدي هذا الى انتاج continuous proliferation لسه اللي بتضلها الخلايا تتكثر وتتزايد بدون تحكم فيها هلا cancer it is genetic disorders caused by DNA mutation that are required spontaneously or induced by environmental insults هلا ممكن الكنسر نسبة منه تكون ايش وراثية هلا لما تكون وراثية يعني الو خلال بالDNA لما يصرف يعني mutation بالDNA مرض يعني ينتج مرض وراثي لكن نسبةه بتكون يعني 5-10% من حالات السرطان بتكون ايش بتكون سببها وراثي لكن غالبا السبب الرئيسي لقيله environmental ورح نحكي الاسباب لبعدين هلا cancer it is a leading cause of death in many countries الكنسر هو احد اسباب الوفاة في many countries هلا بحكينا بعض الكنسر انواع معين من الكنسر يعني منقدر احنا انعالجهم لكن في عنا الكنسر انواع الثاني زي lung cancer او pancreas cancers عندنا high mortality واحنا ما منقدر انعالجهم عندهم نسبة عالية من اي حدا بصير مع lung cancer او pancreas cancer لا سمح الله بصير في عنده يعني غالبا death هو الخيار اللي راح يصير هلا it is the second cause of death in the usa after myocardial infarction هلا هون يحكي انه احنا عنا بالusa اول سبب للdeath هو myocardial infarction بعدين الكنسر هدول كintroduction عشان نفهم الكنسر نفسه سو حكينا اول شي انه هو احد اهم الاسباب الوفاة في many countries بعضه curable بعضه لا كمان شغلة بيسبب لنا في اليوسي السبب الثاني للوفاة بعد المايو كاردول انتو كانسر تمام هدو مش كتير مهم هلا بدنا نعرف اشي او اشي المهم انه كل تيومر طبعا تيومر هي نفسها نيوبليجيا هي نفس الكنسر هلا سواء كانت منعرفها من هاي الجملة انه في عنا تيومر كل اياتهم سواء كانت حميدة او خبيثة عنا مكونين رئيسيا لهم ايش هم اول شي نيوبليستيك سيلز او سبورتين سيلز شو يعني هلا نيوبليستيك سيلز هي او منسميها هادا الاشي هو نفس الخلايا اللي بصر لها يعني نفس الخلايا اللي بصر في عنا تيومر فيها تمام طب ايش هاي وظيفتها هاي وظيفتها بتحددلنا البيولوجيك البيهيفير of the تيومر يعني بتحدد لك المرفولوجي تبعت التيومر كيف شكل التيومر انا بشوفه كيف الابيرنس تبعه تمام هاي هي المكون اللي خلى التيومر ينتج تمام اذا الخلايا اللي بصر لها غرث اوش وظيفتها بتحددلنا البيولوجيك البيهيفيور of that طيب النوع التاني اللي هو او المكون التاني اللي هو او من سميل ايش هاي من اسمها وظيفتها تدعم لقرث تبع اذا هلا من شو بتتكون تتكون من كونكتب تشو اكيد هلا لما يصرفوا انا بدنا بلد سبلاي تمام فهاي تتكون من كونكتب تشو كمام تتكون من بلد فيزلز ايش وظيفتها وظيفتها تعطينا بلد سبلاي بتعطينا support for the growth of the berenchymal cells and screw kill for the growth of the new blood اذا هلا هون شو حكينا حكينا انه كل التيومر سواء كانت ملقنت او كانت pinning ايش ما لهم فيها two basic components new plastic و supporting new plastic ايش هي واش بظيفتها ايش هي عبارة عن الكمبوننت اللي بيجي لتيومر او بياخد منه الوريجن الخلايا نفسها اللي بصر فيها growth اثنين عنا ايش وظيفتها انها بتحدد لنا يعني بتحدد لك شكله وبتحدد لك الابيرنس طبعا هلا supporting او ايش وظيفتها اي او وشو بتتكون بتتكون من بتتكون شغلتين blood بتتكون من كنكتف تشو ليش عشان تعطينا blood supply عشان تعطينا support لغروث لغروث تمام هسا على شو اشي اي اساس بنقسمهم لبينن او ماليقنان احفظوا انه او يعني حطوها ببالكم هاي السطر انه نيو بلازم بوتنشال كلينكال بهيفي عشان نقسمها لقدام هلا منا نبلش نقسمهم هلا حكينا انه بدنا نميز بين بنن وبين الماليقنان هلا البنن تيومر بتشو بتتميز انها يعني ما بتكون مؤذية للحد اللي بتسببوه الماليقنان فالماليقنان اول اشي اخطر اثنين يعني ما بتضلها في مكان معين ما بتنتقل لمكان ثاني على عكس الماليقنان ورح نحكي الماليقنان البعض شوي هلا يعني ماقدر انا احل المشكلة اني انا اشيلها عن طريق السيرجي الريموفر هلا بسيطة وما بتكون خطرة لدرجة الماليقنان هاي شغلة اثنين بتكون يعني ما بتتحرك لمكان ثاني كمان شغلة يعني بقدر اني اشيلها باللوكل سيرجي الريموفر هلا عادة المريض منها ما بيأدي الى دي اذا شلناها عن طريق السيرجي الريموفر هلا بالنسبة الماليقنان تيومر هلا واحد يعني هجومية او عدوانية يعني كمان شغلة تنتقل من مكانها يعني مش بسيطة لدرجة البنين تمام فهي خطيرة انفيزيف يعني تنتقل لمكان ثاني يعني بيكون لا سمح الله الكانسر في اللونج بينتقل لمكان ثاني تمام بالماليقنان بالماليقنان الماليقنان بتكون اغريزيف بتكون انفيزيف بتكون تنتقل على مكان اخر وبتكون عادة فيتل طيب هيك هرفنا انواع تيومرز بشكل عام هلا بنا نعرف كيف بنسمي التيومرز هلا عجلين نسمي التيومرز بنا اول نقسمهم لبنين او نقسمهم لماليقنان هلا نبليش بالبنين تيومر هلا البنين تيومرز تسميتهم كيف عادة منضيف اوما على نوع الخلايا اللي صار فيها التيومر يعني صار في الفيبرستيشو بنا نحكي عن ماليقنان عفوا عن بينين تيومر صارت في الفيبرستيشو بنسميها فيبروما تمام اذا صارت في الكارتلش كوندروما تمام يعني عادة القاعدة العامة منضيف اوما علشان نسمي شو نسمي البنين تيومر طيب هلا هاي القاعدة كل قاعدة اكيد رح يكون لنا شواض في عنا عدة شواض هلا الشاذ الاهم اللي ركزت عليه الدكتورة اللي هو الليمفومة هلا الليمفومة it's always malignant tumor مع انه اوما بس ما نعتبرها penient tumor هي malignant tumor so lymphoma it's always malignant تمام اذا حكينا عادة منضيف اوما الفيبرز فيبروما كارتلش كوندروم طيب هلا بالنسبة لما يكون عندنا التيومر او penient tumor صار في الابيثيليا السل هاي تثبيتها شوي بتكون مش اوما يعني مش اوما على نوع الخلية يعني ما بنحكي epitheloma لا بنحكي papillomas فلما نسمع papillomas احنا نعرف اصلا papillomas وهو فيروس فالفيروس اللي بيسبب لنا التيومر للأبيثيليا cells وكان نوح penient منسميها papillomas اعتمادا على نوع الفيروس لسبب هذا cancer so papillomas بعرف انها penient tumors of the epithelium أو epithelial cells هلا لما يصرف زي مثلا اذا صارت نحكي عندك papilloma تمام تمام هلا transition papilloma فانا بسمع papilloma معنات وانا لما احكي عن penient tumors صار في epithelium تمام هلا بهاي الرسمي مثلا ايش ال cancer بيكون كشكله skin warts يعني زي الثلول على اليدين تمام هلا هذا هذا cancer سبب النياميا سبب النياميا سبب النيام virus اللي هو papilloma virus HPV virus تمام هلا احنا لسه بال penient tumor هلا حكينا اول شي القاعدة العامة بضيف oma تمام شغلة في عنا عدة شواذ في عنا اذا سارت في epithelium بسر papilloma تمام تمام هلا عندنا كمان تسمي اسمها adenoma هلا بحكي عطول لها penient tumor طب penient tumor اف ايش اف شغلتين glandular glandular epithelium او tumor derived from glands يعني اذا صارت التومر بالglant بنحكي عنها adenoma اذا صارت في glandular epithelium بنحكي عنها adenomas زي لما صارت بال gastric or colonical mucosal adenoma adenoma spoilib اذا اذا صارت بال gastric بنحكي gastric mucosal adenomas تمام تمام اذا صارت التومر اللي جاي من glant زي مثلا adrenal cortex ما بنحكي عنها adrenal cortex مثلا oma لا بنحكي عنها adenoma thyroid او اذا صارت في liver كل ياتهم هدول glant renal cell adenomas يعني liver adenoma adrenal cortex adenoma عناتوا انا بفهم انو هي penient tumor جاي من glant تمام هلا هدول التومر احنا بنحكي عن penient هلا شغلة مميزة او بنعرفها عن penient tumors انها بتكون تشبه كثير الorigin اللي نشأت منه structurally و functionally و morphologically تمام these tumors resemble glandular tissue يعني هلا هاي التشوز جاي من هاي التشوز جاي من glandular تشو هلا بتكون تشبهوا بشكل structurally بتكون تشبهوا morphologically و functionally وهاي انها بتشبهوا او ما بتشبهوا راح نحكي عنها قدام بتسمية اخرى هلا هيك حكينا على penient tumors بشكل عام هلا بيحكينا انه stem cells نفسهم ممكن يعملوا لنا tumors لما يصر في عندنا differentiation بشكل بشكل متشعب بشكل كتير بتسبب لنا mixed tumors يعني اكثر من tumor مع بعض هلا اللي انهم مطلوب مننا نعرفهم وكتير الامثلة مهمة تمام اننا نعرفهم هم ثلاثة امثلة اول شغلة mixed tumors of the salivary gland origin هلا هي gland فمعنات انت شو رح تحط ببالك اسمها adenoma تمام هلا mixed tumor of the salivary gland origin اسمها pleomorphic adenoma of the salivary gland ليش adenoma لانها جاي من gland تمام هاي اول نوع هلا النوع الثاني او الاسم الثاني اللي هو fibro adenoma ورح نحكي عنها اللا النوع التارد اللي هو systo adenoma يعني منشوف من الاسم انه اكثر من tumor مع بعض so it's mixed tumor هاي سببها انه stem cells صار لها differentiation بشكل متشعب بشكل كتير ادت الى وجود mixed tumors هلا النوع الاول اللي هو mixed tumor of the salivary gland origin او منسميها pleomorphic adenoma of the salivary gland هلا these tumors have obvious epithelial components this first throw an apparent fibromaxoid stroma apparent fibromaxoid stroma which islands of the fibro fatty to show cartilage over point all these diverse elements are derived from the my epithelial cells of the salivary gland ايش هاد الحكي بيحكينا انه عند salivary gland هلا هاي salivary gland فيها my epithelial cells تمام هاي الم my epithelial cells بصير لها ايش بنتج منها عدة اشياء هلا بينتج منها هاي الى tumors بصير في عنا لكل الاشياء اللي نتج من my epithelial cells tumor يعني اول شغلة بتعط التيومر لما انا بشوفها بشوف فيها epithelial components بشوف فيها اكيد ما هي نتجة من المي epithelial cells فمعنى راح اشوف اشي راح اشوف epithelial components هلا هاي الكمponent او هاي epithelial components بدنا نشوفها ضمن fibromaxoids stoma ضمن fibros tissue تمام فصار في عنا epithelial صار في عنا epithelial tumor وصار في عنا fibros tumor تمام هلا كمان هدول fibrous stoma او high fibrous tumor بيكون فيها fibro fatty tissue cartilage or bone كل هدول المقونات اللي حكينا عنهم جيين من مين جيين من مي epithelial cells بتاعون epithelial gland تمام فهاي mixed tumor اول واحدة النوع تاني من mixed tumor نحكي عنه اللي هو fibro و adenoma من الاسم fibro معناته fibros tumor و adenoma معناتها gland طب هاي وين بتصير بتصير بالfemale priest it's another mixed tumor containing a mixture or proliferated ductal elements adenomas and embedded in loose fibrous stoma fibroma حكينا الاسم انه بداية fibro adenoma معناتها fibro لانها جاية من loose fibrous stoma loose fibrous stoma الفibroma تمام يعني fibrous tissue بيكون في عنا له صار في tumor وكمان شغلة adenoma لانها صارت في priest female priest صار في عنا الدكتور الموجودات صار في عندك بشكل كتير غير متحكم فيه فصار في عندك mixed tumor طبعا طبعا سيستا adenoma معناتها gland سيستا معناتها cystic أو بنسميها الكويايسي هلا هاد النوع من بتكون hello cystic adenoma common mucinus or serious cystic adenoma of the ovary and pancreas سيستا معناتها كويايسي وادينoma معناتها جاي من gland فدايما عادة بتصير بال ovary أو pancreas هذول التلات امثلة مهمين كثير ومطالبين فيهم الدكتور كتير ركزت عليهم بالشرح هلا لسا تم نحكي عن penentumors هلا في عنا هلأ هاي التلات هي عبارة عن جاية من خلايا الجنين الجرم سيز هلا كلنا بنعرف انه خلايا الجنين تقدر تحمل لأي نوع من أنواع المكونات جسمه لما نتكون تمام تمام اذا هاي الخلايا بيكون عندها قدرة عالية انها تحمل لأي نوع من أنواع الخلايا اللي مولود عنا تمام يعني ممكن تعطينا يعني ممكن تعطينا ممكن تعطينا فات اي نوع من أنواع التشهز اللي بتخطر ببالنا هاي الخلايا بتكون مرتب ثلاث طبقات الاكتودرم اللي هي الاندودرم والميزودرم الاوتر الانر والميدل هلا حكينا انه عندها قدرة على انها تعمل لأي نوع من أنواع الخلايا طب هاي الخلايا ممكن نصر فيها ايش ممكن نصر فيها ان التيومر اللي جايين من نسميها تروع تومة هلا هال اذا كانت شو يعني معناتها تشبه اللي نتجت منه بشكل بشكل عم شو معناها انه مقدار شبه بين الخلايا والخلايا اللي صار فيها تيومر يعني الاشي اللي نتج منه التيومر والاشي نفس اللي صار في تيومر اذا كانوا بيشبهوا بعض كتير بنحكي عنه وهذه عادة تتميز فيها فالبنين تيومر بتكون ايش تيراتومة تيراتومة تمام هلا حكينا مثال عليهم عطينا الاوفري فعادة الاوفيرين تيومر او لما تصر في عنا التيومر بالاوفري بتكون هاي عادة هلا اذا كان عنا انديفرانشييتد يعني التيومر ما بتشبه الارجين تاحة تمام فبتكون انديفرانشييتد او او تيراتومة هلا في عنا المثال عليها اللي هو تيستيكولر تيستيكولر تيراتومة او سيمينومة هلا السيمينومة هو السبب الاول في الكانسر المن تمام فالسيمينومة وراها مين بيجي وراها مين بيجي التيستيكولر تيراتومة تمام فالسبب الاول الكانسر اللي هي السيمينومة بعدين السيكند كومون كانسر اللي هو تستيكولار تيراتومة هدول التنين او عادة بيكونوا مليجننت تمام يعني لما نتحكي لنا انه الكنسر صار بالأوفري عادة بيكون بس اذا كانسر صار في التستس لا بيكون عادة او always مليجننت تمام هيك بيكون خلصنا من تسمية ال المليجننت تيومرز كيف منسميهم المليجننت تيومرز حسب الأورجين اللي صار فيه او حسب الخلايا اللي صار فيها التيومرز منسميها اذا صار في الميسينكامل سل منضيف ساكرويا خلايا اذا صار فيه منضيف ايش طيب بشكل عام عندك الميسينكمل سل عشان احنا نكون عارفينهم الميسينكمل سل他们 عبارة عن الاشياء اللي نجت من الميزو دارم في الجنين طب ايش هم هدو اللي بيعطونا تعطينا connective tissue يعني تعطينا fiber tissue تعطينا loose tissue تعطينا blood تعطينا bone تعطينا cartilage تعطينا فات فالميزين كامل ساز الميزين كامل ساز هم الخلايا اللي نجت من الميزو دارم اللي هي من خلايا او الطبقة الوسطة من خلايا الجنين طيب هذي الميزوتورم شو بتعطينا بتعطينا كونكتف تشو طيب علشان نعرف نسمي التيومر اكيد رح نعرف احنا مع اي نوع من خلايا من التعامل فلما نتحكي عن كونكتف تشو بتحط بالك 6 اشياء اول شي الفايبرس تشو بتحط بالك اللوس كونكتف تشو البلد لما صارت مثلا اللي اذا صارت المالكينة تشو في البلد هلا رح نحكي عن شو اسمها بس بتحطه عبالك انه رح اضيف سكرومال اسم تمام بون كارتلج فعط هلا اذا صار في هدول ايش منضيف منضيف سكرومال فهاي القاعدة الاولى سكرومال اعرفنا شو هو الكنكتف تشو هلا اذا صارت في الابيثيليام بنسميها اش كارسينوار طبعا ابيثيليام شو اي تستو شو همي سيمبل سكويلس ابيثيليام سيمبل كوبويدل سيمبل كولوميل سيتفير البلد هلا اي اذا صار في وحدة من انا رح تشو حنا منضيف كارسينوما على اسم المالجنة تيومالคะرومال الكونكتفتrikو لي حكينا عنو كارسينوما على الابيثيليام طيب نرجع هلأ نحكي عن الاسم تسمية ساكرومة هلأ ساكرومة معنات بتحط في بالي كونيكتيف تشو بتحط في بالي بلد وا 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 هلأ يعني بضيف ساكرومة على الهستوجينيس شو يعني الهستوجينيس يعني نوع الخلايا اللي بتتكون منها التيومر هلأ مثلا لما صارت في الفيبرس تشو فايبرس معنات بحط في بالي مين بحط في بالي كونيكتيف تشو مثل كامل السلس فوضيف ايش فايبرو ساكرومة تمام فايبرو ساكرومة it is a malignant tumor of the forest تشو أوريجن اللي جاي في الكوندروسايت كوندروسايت is a chondro sacroma اللي جاي من بلد معناها كانة انه البلد هو كونيكتيف تشو هو مثل كامل السل فوضيف ساكرومة من سميه ايش بلد فيزلز من سميه انجيو ساكرومة عادة انجيو الها دخل بالبلد فيزلز those of the bone من سميه استيوجينيك ساكرومة لانه ايشي اللي علاقة بالاستيو بتكون بون تمام هلا هلوز تيومر arising from epithelial cells النوع التاني من التيومر اللي هما الكارسينومس اللي جايات من epithel cells حكينا كارسينومة طب صارت في سكوامل سل من سميه سكوامل سل كارسينومة بيزل سل كارسينومة هلا جايين من لغلاندورال adeno كارسينومة هلا حط ببالك اللي جلاندورال ايشو انا حكيت ادينو متى انا حكيت ادينوما اذا كانت بنن ومن غلاند لا هون بخليあدينوما ادينو كارسينومة لانها ملغنن تمام فلما اسمع مثلا ادينوما للليفر لفر ادينوما باعرف انها بنن ليش لانها ادينوما كاملة هلا اذا اسمعت مثلا أدينو كورسينيوم أوف دليفر معناته بعرف إنها ماليقننت وحطينا أدينو عشانها إيش عشانها ماليقننت تمام هلا في عنا جدول هذا الجدول مهم جدا والدكتورة كتير ركزت عليها وحكت كتير كتير مهم إنكم تكونوا أعرفين بالمعنى الحرفة تنسألون عليه يعني لازم تعرفه طيب هلا نتدرج في الجدول أو كيف نحفظ هذا الجدول سهل أصلا أغلب وحكينا عنه هلا إحنا كان بالبنين تيومور عادة أنا منضيف أومى لكن في عنا سوية إكسپشنز قلنا تذكير سريع إنه إذا كانت صارة في الإبيثيليوم منسميها إيش منسميها بابل لومى سو سكويم السل سكويم السل الإبيثيليا المهي إيش من نسمي البنين سكويم السل بابل لومى تمام هلا البيزل سل برضو بابل لومى ليش لأنها جاي من إبيثيليوم تمام هلا قلنا إذا أجت مني جلاند منسميها أدينوما طيب الثاريودي جلاند فوليكيلور أدينوما طيب الكدني أدينوما لبريس داكتل أدينوما يعني بتحط اسم لي الجلاند مع مين مع أدينوما طيب هلا خلوا المينانون سايت على جنب عشان نحكي عنها بعدين هلا هدول بالبنين طيب حكينا بالبنين إيش منعمل إذا كانت إبيثيليل سل منضيف كارسينوما وإذا كانت بيسينكامل سل منضيف ساكرومو طيب سكويم السل جاي من إبيثيليوم فهي راح تكون كارسينوما البيزل سل راح تكون بيزل سل كارسينوما لأنها برضو إبيثيليوم طيب هلا الثايرويد كارسينوما ليش لأنها برضو إبيثيليوم الكدني كارسينوما البريس لنا اسمين داكتل كارسينوما أو لبيولار كارسينوما بعندكم الله تحفظوهم يعني هلا الميلانوسايت إيش البنين تومر تعتها نيفس احفظوها لأن هي ملهاش دخل بالأشياء اللي حكينا عنهم سورنيفس is a penentumor of the melanocyte و malignant melanoma بالتيومر بالتيومر إذا صارت بالملانوسايت هاي كمان exception عن الأوما هاي هون أوما بس هي malignant نعرفهم هلا قلنا إذا صار في عنا penentumor عادة منضيف أوما وإذا صار malignant tumor بس هون هلا مركزك على مسين كامل تشو يعني مركزك على شو على الconnective تشو هلا إذا صارت فبضيف شو أنا ساكرومة هلا فابرس نحكي عنها فابروساكرومة أوما لأنها عادي penentumor فابروما هلا سموت مسلز ليومة بدكم تحفظوها ليوموساكرومة استريتيد مسلز رابطو ميومة والساكرومة آخرها هلا الفاتس لايبوما لايبوساكرومة البون استيوما استيوجينيك ساكرومة تمام هيك التسمية اخلصنا من التسمية وعرفنا الجنرال رولز تعون التسمية هلا بدنا نحكي عن penent والmalignant tumors بشكل مخصص شوي كيف بدأ أقدر أميز إنه هاي tumor malignant أو penent إحنا حكينا حكيت لكم ركزوا على الجملة إنه على potential behavior لل tumor طب إيش يعني هلا بنصنفهم اعتمادا أو بنميز بينهم اعتمادا على four things أول شي differentiation ورح نحكي عنها بعدين رح نحكي عنها بعدين رح نحكي عنها بعدين حلا بنعرف تعريف بنعرف أو بنحكي عن تعريف كل واحدة من هدول الفاكتورز بننا نحكي إنه إذا كان هيك بيكون بنن إذا كان هيك بيكون malignant وهكذا حسنحكي بشكل عام differentiation أنا بلايزيا هلا differentiation حكيت لكم شو معناها إنه إنه قديش اللي صار فيه صار فيه growth عم بيصير فيه growth قدي بيشبه الأرجن تاعه إذا كان بيشبهه كثير معناته رح يكون well differentiated معناته عادة رح يكون شو بنن هلا الملقنة شوي متخلفة الملقنة بيكون فيها تجميع من أكتر من بالنسبة differentiation يعني ممكن يكون فيها undifferentiated أبدا ما فيش differentiation ممكن يكون فيها moderate ممكن يكون فيها شوية differentiation تمام هسا هيك بتكون ملقنة طيب rate of growth عادة نلقاعدة عمي بيحكي لك إنه إذا كان growth رابد لي معناته رح يكون إيش ملقنة وإذا كان slowly بتكون بنن لكن في عندك حالات بيكون العكس يعني بيكون مثلا البنن أسرع من الملقنة طمام local invasion يعني هل التومر بتقدر تنتقل من مكان لمكان هلأ إذا كان انتقلت من مكان لمكان بتكون ملقنة هلأ البنن مستحيل تنتقل من مكان لمكان localized في مكان واحد هلأ metastasis هاي خلينا بس نحكي عنها عشان أفصلها أكثر طيب differentiation أنا بليجي هنرجع نحكي الأشياء اللي حكينا differentiation mean the degree of the resemblance of the tumor berenchymal neoplastic cells to their normal cell of origin morphologically and functionally حكينا هقداب يشبه الأرجن لصار فيه tumor هلأ penine tumors are composed البنine عادة well-differentiated cells that closely resembling their normal original tissue بين malignant tumors they are characterized by wide range of the berenchymal cell differentiation حكينا إنه ممكن يكون في أكثر من well-differentiated through an intermediate يعني ممكن يكون هنا well-differentiated tumor في malignant وممكن يكون في intermediate يعني moderate أو ممكن يكون poorly differentiated أو completely undifferentiated هلأ malignant tumors من نعرف الشغلة المalignant tumors اللي جاية من undifferentiated يعني أبدا الإشي اللي صار له tumor ما بيشبه الوريجن تاعه completely من سميها anaplastic tumor وأنا بليج من نقدر نعرف هي يعني ما بيشبه الوريجن اللي نتعه منه فلما ننا أسمع في malignant tumor عطول بربط إنها إيش بربط إنها ممكن يكون فيها anaplasia فمستحيل أحكي إنه الممكن يكون فيها anaplasia دايما anaplasia هي المميز ل المالغنان تمام هلا لما يكون في أن tumor صار malignant من نفس الأشياء المميزة فيها واحد marxelial pleomerphism نفس الخلايا اللي بيصر فيها tumors بتكون في متعدد الأشكال طب إيش يعني بيكون في عندها variation كتير في size في shape في الخلايا نفسهم هلا ممكن يصر في جين cells هلا هاي الجين cells إنه أكتر من خلية مع بعض اتحد أكتر من nucleus أو سفر مع نيوكليائي مع بعض تمام هلا بالنسبة لل DNA تبعت هاي الخلايا بيصر فيها growth بتكون يعني بيصر يتجمع فوق بعض تمام والنيوكليولي may be large هلا عادة النوكليو سيتو بلازمي إنه السيتو بلازمي يكون أكبر مرات أربع مرات أو ست مرات من النوكليوس هلا إذا صار في نيوكليوس حتى حجمها كبير وصير تقريبا مشابه لل السيتو بلازمي عادة احنا منعرف إنه بالميتوس نحتاج ل أو هم الخيوط المغزلية عشان يفصل الخلايا عن بعض لكن هون بحالة المالغنان سيل أو مالغنان سيل بيكون في عنا ايتيبي يعني زي مش زي ما احنا متعودين عليه ل ممكن ممكن أكتر من ملتبل سبند هلأ ممكن نشوفها tri-puller أو tri-puller forms هلأ loss of polarity الpolarity إنه لما الخلية تفقد polarity تاعتها يعني أنا ما بقدر أميز إنه هاي الخلايا أو الorientation لهذه الخلايا يعني أنا الخلية الخلايا بتفقد خدتها إنه أنا بقدر أميز إلى نمط معين تمام so they may grow in sheets بتنمو كsheets with total loss of well-organized structures يعني ممكن هاي الخلايا لما يصرف في عنا malignant tumors ما بقدر أشوف بتن معين لإلها ما بقدر أتعرف عليها كإشي أنا بعرفه تمام هلا هاي أول حكينا أول عامل بيتحكم في نوع التيومر اتناني نوع اللي هو rate of growth يعني أغلب الpenent tumors grow slowly بس most malignant grow faster however there are many exceptions some penent tumors may grow more rapidly than the malignant هاي حكيت لكم يعني عدد الpenent slowly والmalignant بتكون faster لكن عنا exception بصير العكس يعني بتصير الpenent أسرع بكثير من malignant filigroth طيب هلا بيحكي لنا بما نحكي عن rate of growth فننعرف شغل أن rate of growth ممكن يتحكم فيه وجود هرمونات معينة زي زي مثلا صار في عنا ليومة ونتذكر ليومة هي tumor في وين هي صارت في smooth muscle cells of the smooth muscle cell تمام لما صار في عنا penent smooth muscle cell cancer of the uterus تمام بيتحكم فيه عن طريق متحكم فيه هرمون الاستروجين يعني ممكن يزيد بشكل كتير كبير في حالة البرغنسي او ممكن يتوقف تمام اذا rate of growth it is controlled by او يتحكم فيه ممكن يأثر فيه هرمونات زي الاستروجين اذا صارت في اليوتورين هلا كمان شغلين من العوام تحكم في rate of growth عنا blood supply والpressure adequate blood supply and possibly pressure may also affect the rate of growth in the penent tumors in the صار في عنا penent tumor في pituitary gland تمام هلا بيتحكم فيه blood supply وتحكم فيه pressure looked under the cellar terstica have been observed to shrink or suddenly pre-simply due to the wave of the necrosis because it's progressive enlargement compress their blood supply هلا لما صار في عنا بهاي التيومر وهاي الجلان صار فيها صار فيها التيومر عم بيكبر حجمها فشاف انه لما نزيد حجمها بتضغط على blood supply صار في عنا necrosis تمام شاف لما هي بيكون في منطقة معينة او في localize في مكان معين فلما تكبر 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 اللي جنبها بيصير في عندك blood supply اللي هم قل لانو انا بعمل compression عليها تمام لما تعمل compression على blood supply حولين المكان راح انو blood supply مش كافي local invasion هالي بتقدر تنتقل ولا لا penentumor حكينا it's always localized at origin طب ايش اللي بيخليها تمتلك القدرة انها ما تنتقل ضلها في مكانها هلا عنا شغلتين عنا encapsulation هلا encapsulation يعني تكوين capsule هذا capsule بيفصل penentumor المكان اللي صار فيه على الاشياء اللي حواليه بحيط انها تنتقل لهذا المكان so encapsulation it is the formation of the enclosing fibrous capsule that separates most penentumors from the surrounding host tissues زي مثلا اذا صار pre-fibro-adenoma او lipoma او thyroid adenoma هاي الحال الاولى طبعا بدك تعرف انو encapsulation ايش الامثلة اللي حطهم الدكتور عليه حط التلات امثلة هي كتير رو بتركز عليهم حال وكونت لك حاجز انو ما تخلي الخلايا الثانية او تنتقل لمكان ثاني هذا التيومر ايش من اجا جاي من الاسترومة تبعد التيومر نفسها او الوريجين تيشو زي يعني هاي الكابسول اجا او نشتقه من من شغلتين من نفس خلايا تيومر او من التيشو اللي نتجت من التيومر تمام هلا مش كلهم لهم encapsulation هل كان في اكثر من شغلة هلا اللي ما عندهم encapsulation عندهم اش اسمه demarcated هلا رح نتك شو يعني هلا مثلا leoma of the uterus it's not encapsulated but it will demarcated from the surrounding smooth muscles by a zone of compressed myometrium يعني بيجي عنا هالأيصات التيومر في ال uterus حوالينها بصير في عنا منطقة من الميometrium بشكل compressed هلا وبيخلي انه هاي ال uterus يكون مكانها محدد يكون ك plane يفصل عن اشياء اللي جنبها هلا هذا لانه في surgical remover هو بيكون محدد مكان التيومر فهو بيشلوه على حدود هذا الاشي ويكون في عنا الميometrium مثلا عملنا الميometrium الميometrium إذا حكينا انه ممكن يكون في عنا كابسول حكينا الأمثلة ممكن يكون في عنا الميometrium مثلا عملنا compressed zone هاي زون بتمنع انه ينتقل مكان ثاني هلا عنا بعض الميometrium لا هاي ولا هاي لا هي capsulated ولا هي droma تاك مثال على نحفظه هلا منحكينا منحكينا انه الميometrium عادة ما فيها كابسول ولا في عند اي اشي من هال اشياء ليش لانها اصلا هي invasive بتروح على surrounding tissue هلا الموضوع الرابع اللي هو الميتا stasis اش يعني الميتا stasis معناتها spread اش بالعربي معناتها انه نمو ثانوي لو رم خبيث فالطول متا stasis مين اللي بتأثر فيها المالغنانت ما بصير احكي عن penne tumor metastasis غلط فهي انه انا كان عندي مثلا التيومر في مكان ما صارت في مكان ثاني تمام بتصير بشكل منفصل يعني لما انتقلت الورم او انتقل المكان ثاني صار الثاني ينمو حاله بشكل منفصل عن الاول so متastasis is spread mean the development of the secondary implants metastatic deposit in remote tissue which is discontinuous from the primary tumor اذا انا صار في عندي مثلا لا اصمح الله عند حدا tumor في مثلا باللنك هلا هذا نوع كان مالغنانت فمالغنانت رح يعمل متastasis رح يروح على مكان ثاني هلا هذا المكان الثاني بصير في عنا secondary tumor فيه بتصير discontinuous عن المكان الاصل اللي هو تمام القاد العام انه لازم يحفظ ان penning tumors do not metastasis يعني ما بتنتقل او ما بتعمل secondary implants أو secondary tumor however cancer have different ability to metastasis يعني حسب نوع cancer ان عين بعض cancers بصير في عنا metastasis شكل كبير بعضهم لا بعضهم ابدا ما بيكون في عين metastasis مع عين ها مالغنانت تمام هلا مثلا at one extreme basal cell carcinoma of the skin يعني حتى بحكي لك انه التناقض بالموضوع انه صار في عنا cancers of the central nervous system عادة بتروح بتغزو مكان ثاني بس ما بتعمل يعني not metastasis أو عادة ما بيصير فيها هلا at other extreme ان إذا صارت بالبون رابد metastasis tumor usually tend to metastasis to the lying at the time of the initial discovery هلا هذا metastasis ممكن نصير بعد ما اكتشفت انه في cancer أو في ممكن في نفس الوقت يعني محلما نكتشف انه مع cancer بالبون نفس الوقت صار ان الكنcer ان تقل لل link وا 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 هلا بحكينا انه بشكل عام عنا 50% من الكنcer بصير في عندك metastasis هلا بحكيك 30% من هدا صار في عنا اكتشف cancer معين بعد فترة انتقل لمكان ثاني هلا في عنا 20% هلا عندهم لما احنا عم نكتشف أو نعمل diagnosis للcancer في مكان ما كان نفس الوقت يعمل metastasis لمكان ثاني هلا المالغننت tumor هلا بنخصص الذكر عن المالغننت tumor هلا بحكينا انه المالغننت tumor disseminated by one هلا عادة هلا ايام ما بتروح عن lymphotex هلا 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 واحد من ثلاث بثوي طب احنا نفسر كل بثوي ونحكي عنها هلا lymphotex spread يعني بتروح عن lymph visals وال lymph nodes هلا it's more typical with carcinoma وهي نحفظها كثير كثير منيح carcinoma معناته صار في عنا cancer بوين بال epithelial ونوع malignant وهاد عادة بنربطه لل lymphotex هلا saccharomy ما بتعمل lymphotex spread بتروح اشي ثاني تمام فلي بروح على lymphotex spread هو carcinoma lymphotex which leak basement membrane are more rapidly penetrated by cancer than capillaries يعني انا عندي vizals اللي هم capillaries وعندي lymphotex هلا lymphotex بتكون ما فيها basement membrane فانا cancer ستكون اكثر اختراقا اكثر اسهل اني ادخل فيها تخترق ها اكثر فلما يكون في عنا carcinomas بتروح على lymphatic vizals هلا lymph node involvement depends on principally on the site of the primary tumor and the nature lymphatic pathway drainage of the site هاي مهم خلينا نعرف انه لما ندخل lymph node انه مصارف lymph node حتى انتقليل هال cancer هلا بيعتمد على شغلة مكان primary tumor واثنين lymphatic pathway اللي رايح على المكان هاد هلا رح نشرح على قدام بس خليهم ببالكم هلا في عنا ايش اسمه sentinel lymph node هي اول lymph node بيوصلها lymph flow من tumor so sentinel lymph flow أو lymph node it is the first regional lymph node that receive lymph flow from the tumor هلا لما ناخد pyopsy ناخد نسيت الكلمة خزعة من هاي lymph node من sentinel lymph node بيحدد لنا قديش الtymour صار في عنا spread الها تمام تمام هلا sentinel lymph node هي الخلايا اللي بيكونوا في خط الدفاع الاول بالجسم زي الماكرو فيجز اللي موجودة بالليفر إذا sentinel lymph node هي اول lymph node بيصر في عنا بيوصلها اللي في لوم من التيومر باخد بيوبسي منها بعرف انه هذا الشخص لوين وصل له التيومر يعني بحكي لك في بعض الحالات انه ما بيوقف على المنزل ممكن روح على lymph nodes ثانيات حكينا انه ب المنزل المنزل تعتمد على شغلتين تعتمد على النتور lymphatic pathway of the site يعني بحكينا اذا صار في عنا cancers او carcinoma بالpriest اللي جاي من ال upper outer quadrate بالربع العلوي من الpriest هلا عالتا بتروح للم lymphatic flow تاحة انه بروح على axillary lymph node بينما اذا صارت الpriest او cancer بالمنطقة الوسطة بروح على مين بتروح عن طريق chest wall إذا lymph node along the memory artery يعني بيحكي لك انه ما رحت على axillary لانها في الميدل هيك هيت تعتمد عن مكانها هلا all the body lymph which contains spreading malignant tumor cells will ultimately reach the vascular component blood or thoracic duct يعني لما صارت باللم تستطيع تحتاج على الدم بالآخر تمام عن طريق ايش عن طريق thoracic duct هاي أول spread لمفاتك وحكينا عادة بيكون في carcinoma هلا النوع الثاني اللي هو hematogenous spread يعني ايش راح تعال blood vessels هلا هذا favorite pathway للساكروم يعني الساكروم اذا صار في عندك في connective tissue cells ال spread اذا كانت ملignant ال spread عادة بيكون hematogenous لكن بعض ال carcinomas اذا صارت في ال epithelium فبتستخدم الكارcino صار قدامها خيارين خيار انها تروح على lymph او انها تروح على lymphatex او انها تروح على hematogenous بس الساكروم المفضل الها انها تعمل hematogenous هلا عندنا veins وعند artery نعرف انه veins walls تعونها thinner من arteries فمن اسهل انه يخترق cancer cells اسهل انها تخترق veins فال veins with thinner walls are penetrated more rapidly than arteries with the venous invasion the blood prone cells flow the venous flow draining the site of the tumor all portal venous blood flow drainage to the liver as in the cancer of the g it لما صار في vene بشكل مخصص portal vene بشكل مخصص لل liver systematic venous كل vene ما هذا portal vene بروح عادة يا lung يا bone ف الا اكتر اماكن لا انه يصير في عنا hematogenesis metastasis الهم يعني يصير في عنا secondary cancers هم liver وال bone وال lung stage لانهم هم ال veins اذا كان نوع cancers hematogenesis spread hematogenesis metastasis بيصير في عنا cancer في liver وال lungs وال bone certain carcinoma has a propensity tendency of invasion to offense هلا بعنا هلا احنا حكينا مالاقنا صح هلا لكن بعض عفوا حكينا عادة بيكون النوس sacromis بس بعض الcarcinomas ممكن زي مين هلا زي ال renal carcinoma او renal cell carcinoma هلا هاي renal carcinoma بتحب تروح على مين على تعمل invasion لل vein لمن vein لل renal vein لما صار في عندك تنمو في renal vein تنمو عشان توصل inferior vena cava وبعض الحالات توصل لل right side of the heart هلا في عنا hepato cellular carcinomas هلا هاي often been treat portal and hepatic veins to grow between them or within them in the hepatic vein and inferior vena cava فبعض الcarcinomas بتستخدم هاي الطريقة بس اغلب الcarcinomas بتروح على الوين بتروح على ال lymphatic stretch تمام وهدول المثالين اي think انهم كتر مهمات فاركز عليهم المثال الثالث او pathway الثالث حكنا انه ممكن تروح على body cavities seeding of cancers occurs when tumors invade a natural body cavity روحت على body cavity واحدة من البريطوني cavity واحدة من هذول cavities روحت عمل secondary cancers فيها in cancer of the ovary stomach or colon that penetrate the gut wall into the covering cirrhosa malignant cells fall into peritoneal cavity re-implant the distant side through the peritoneum called trans seeding of spread similarly lung cancer cancered in the pleural cavity central nervous system tumors which may be treated the cerebral ventricles and be carried by CSF to be re-implanted in the meningeal surface either in the spine or the spinal cord هون نفس الاشي بيحكي بيحكي لك انه اذا راحت على bloody cavity مثلا اذا صار في lung cancer ممكن تروح على pleural cavity اذا صار في عند center nervous system ممكن تروح على المeningeal surfaces الكنcer arising near the vertebral column often immobilize through the baravertebral plexus and may result in vertebral metastasis of cancers of the thyroid and prostat اذا صار في عند cancers صار في الثرود أو البروستات ممكن ينتقل ل vertebral column as rigor to the function القاعد العام انه the better the differentiation of the cell the more completely it retains the function capabilities found in normal comportments هاي زي ما حكينا عمضة differentiation هلا هول ننتقل معلومة جديدة أو معلومة نبنيها على اش جديد حكينا كل ما كان الاشي well differentiated أو كانت تشبه الأصل معناته رح تكون pinion هلا بتشبهها بشو حكينا يعني بتشبهها بالfunction أو بتشبهها بالstructurally هلا هون هنركز على function يعني الخلايا اللي كانت well differentiated رح تكون تشبه الأصلي بالfunction تاعتها فممكن هاي الخلايا يعني بتنتج لنا نفس الأشياء اللي كانت تعطينا إياهم الخلايا القديم حكينا النوع اللي بتكون well differentiated عادة تنبين بس ممكن الملغنان تيومر زي الكارسينومر بس النوع ال well differentiated تمام سوف لامين حطلق يهم الأ endocrine glands frequently elaborate the hormones or its origin حكينا نفس function فالfunction تاعت الأ origin اللي كانت قبل ما صرف فيها أو النشع منها التيومر كانت تعطينا نفسها تنتج نفس هاي الهرمونات well differentiated squamous carcinomas الابورate keratin and well differentiated hepatocellular carcinoma الابورate البايد تمام يعني أول شغل لأنها تنتج لنا الهرمونات اللي كانت موجودة أصلا فيها هاي إشي الطبيع ممكن شي يصير أنه unexpected functions يعني إشي أصلا ما كانت موجودة فيها تصير تعطينا إياها هاي الخلايا يعني بحكي لك ممكن الإشي الرئيسي بتعطي الإشي اللي كان موجود زي الهرمونات مثلا حكينا هلا بعض functions ما كانت أصلا موجودة في الخلايا الأرجن لكن نتجت لما صار في عندنا تيومر زي مثلا إذا صار في عندنا الهبات سليل ممكن يعطينا إيش ممكن تعطينا ألف فيتو بروتين طب هذا ألف فيتو بروتين ما كانت تعطينا إياها عادي هلا كمان شغلة لما نشوف ألف فيتو بروتين مثلا إحنا بنعرف إنه هو نستفيد منه بل كلينيكلي إنه هذا الشخص مع مثلا هبات سليل و لأي تصنع لنا هرمونات نسميهم اكتبك هرمون زي مش من مكانها الأصلي زي مثلا برونكو جينيك أو لنج كارسينومة إذا صارت الكنسر في الكلنج ممكن تعطينا إنسلين هلا عادة لنج ما بتعطينا إنسلين غلوكاغون براثيرويد like هرمون ACTH هلا هذا الهرمون ACTH هو بتفرز لنا البيتوترقلان حشان يعملنا استيميليشن للستيرويد production تمام تمام هلا العادة حكيا يفرز من البيتوترقلان لكن هون صار يفرز من الخلايا الموجودة باللنج تمام تعطينا من زميم اكتبك هرمون يعني مش من أصل ينتجوا منهم تمام بتصير صنيحهم يعني الخلايا the more rapidly growing and the more in a plastic tumor the less likely to have a special functional activity وهاي بتحكي لنا انه احنا حكينا لما يكون malignant معناته رح يكون في عندك اغلبها undifferentiated او اغلبها ما في عندنا differentiation كتير anablasia فلما يكون في عندنا anablasia ما عنا differentiation فمعناته ما رح تكون لها تشبه اللي قبل ما رح تكون تعطينا نفس الوظائف تمام هيك خلصنا من كيف اميز بين بين وبين كيف malignant هلا بنحكي عن موضوع اسمه dysplasia ايش هذا dysplasia dysplasia هو عندنا سلب proliferation زي الكنcer بس it's not cancerous او not new plastic it's ليش او ايش الاشي اللي بيخليها بيشبه الكنcer بكل اشياء لكن ما بيروح على الباسمت مبين وما بيصرف يعني metastatize تمام اذا dysplasia it is a non cancerous or non neoplastic disorders cell proliferation with loss of the individual cell deformity and their architectural orientation عاددا بتصير في الابثيليا تمام dysplasia very similar to the neoplastic cells except that taintain او وشغل they do not invade the basement and they do not metastatize اذا dysplasia بشكل عم هو عبار عن cancerous ايش الفرق بين انو ما بيروح للباسم الممبرين ثاني شغلة انو ما بيعمل metastatize حلا بدا نحكي عن characteristic للdisplasia cells displasia cells show considerable bleuomorphism مثل cancers and often process larger hyperchromatic nuclei and more abundant mitotic figures than at level of the epiderm as even in the surface epithelium فهون عم يقصد انه dysplasia cells لمصر فيها cell proliferation أول شي بتكون bleuomorphism متعدد الأشكال يعني بتختلف size shape وووو عادة تعطينا hyper or larger hyperchromatic nuclei ومو subundant mitotic figure احنا حكينا لما يكون في عنا malignant tumor mitosis بيكون atypical وبيكون في عنا أكتر من multiple spindles هون بيكون عادة أكتر مكانها كمان بيكون abnormal location هاي واحد اثنين loss of the architectural orientation زي هذه class of it's usually marked مثال the usual progressive maturation of tall cells in the basal skin layer of the flat and squamous on the surface may be lost and replaced by disorders mixture of the dark basal appearing architectural orientation فيها هاي dysplasia مراحل يعني ممكن تكون mild moderate ممكن تكون severe اذا كانت severe نسميها carcinoma 2 يعني حالة انه في الاخر رح يصير مع cancer يعني اذا كان مع severe dysplasia معناته هو pre cancerous يعني قبل ما يصير في cancer يكون في عنده dysplasia اذا كان severe mild to moderate dysplasia changes in mild dysplasia deals changes in lower 1 to 3 and the moderate dysplasia involve the lower 2 3 that may be reversible with the remove the in sitting causing smoking that may revert to normal طيب هلا مثلا نعطي المثال احد اسباب dysplasia smoking هلا اذا كان في عند smoking صار في عند dysplasia معناته اذا كان mild أو moderate تمام هاي mild moderate بتكون السبب اللي سبب لك dysplasia عادي بترجع يرجع للطبيعة هذا هو الفرق بين cancers cancer اذا شلت الاشي المؤثر بتضل ها تعمل proliferation طيب هلا pre-invasive stage of cancer يعني مرحلة اولية من حدوث cancers cancers تمام هيك وخلصنا اول بور يعطيكم العافية دعواتكم